اهلا بحضراتكم اهلا اهلا وسهلا خلونا بقى ايه نبدأ فقرتنا حول مخرجات المؤتمر الاقتصادي توصيات ومناقشات وكيفية تفعيل هذه التوصيات ديوفنا الاعزاء داخل الستوديو منورنا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية منورنا ايضا دكتور عماد الدين عادلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة منورنا دكتور وليس كنت مفكر دكتور بسؤولي مش اكي مش تفتكني ان اول مرة تقابلنا انا كان عندي 19 سنة سنة 94 قال لي مؤتمر السكان ياه بالظبط نورتنا دكتور هستأذن يعني في الحالات لزي كده بتبقى الحيرة لا يقطعها سوى استخدام اليمين واليسار فابدأ من اليمين دكتور شريف مناقشات المؤتمر في الايام التلاتة التوصيات وفي نفس الوقت توجيهات الرئيس بالالتزام بالتنفيذ وتشكيل مجلس امنى يتابع تنفيذ توصيات المؤتمر طيب انا حب اقول في البداية فلسفة الدعوة يعني سيد الرئيس لما دعا لهذا المؤتمر انا بتصور انه كان يريد ان يوقز الاحاسيس الوطنية في المستهدفين من هذه الدعوة وهم رجال الاعمال المصريين الحقيقة انا بتصور ان شاء الله ان هذا المؤتمر لان رسالة سيد الرئيس في دعوته رسالة الرئيس في كلمته الافتتاحية رسالة سيد الرئيس في كلمته النهاردة رسالة سيد الرئيس في المداخلة مع حضرتك النهاردة دول كده نحطهم في بوطقة ان يا جماعة اتعملكوا الذي لا يعمل لاي رجال اعمال ولاي قطاع خاص في اي دولة في العالم من رأس الدول طيب بتصور ان ايضا التوصيات اللي خرجت من هذا المؤتمر وان كان فيها جزء كبير منها عموميات الامانة لكن انا احنا مركزين لان من البداية كان الهدف من هذا المؤتمر هو دعم القطاع الخاص المصري ليقوم بدوره بشكل احنا يعني اتمنى ان الخطوة الجاية ان مؤسسات رجال الاعمال جماعة رجال الاعمال الغرف التجارية حسط هي التي تدعو لهذا المؤتمر وهي التي تنظمه وهي التي تطرح الافكار والمشروعات وكل ما هو مطلوب وليت تنتظر ان تتم الدعوة ولكن سيد الرئيس كان في منتهى الحكمة لان عندما دعا دعا في توقيت في غاية الدقة وبيستحسهم يا جماعة لازم تكملوا مشوار انا بتصور ان اهم تلت توصيات على الاطلاق هي ما هو مرتبط بالصناعة الصناعة المصرية ويمكن كان ليا شوف ان انا تكلمت مع سيادتك قبل كده وكانت فكرة الرمال السوداء النهاردة الصناعة المصرية الحقيقة نحن في حاجة الى ان تكون صناعة وليست مجرد تجميع احنا عايزين نعمل صناعة بجد ونحن مؤهلين لكده النقطة التانية وهي المرتبطة باللوجستيكس اللي هي التيسيرات المرتبطة او الانشطة المرتبطة بتيسير الانشطة الاقتصادية ابتدى بقى من قصة الموانئ اللي سيادتك ذكرتها وانتهاء من عمليات التصدير عمليات الشحنة عمليات الناء عمليات الدور تدور عمليات سلاسل الامداد لان هذه الصناعة صناعة اللوجستيات بتاخد حوالي 60% من الاسمارات اللي في العالم كل وبالتالي لما نعمله ونحن ايضا مؤهلين لان دائما هذه الصناعة بتعتمد على الموقع الدولة التي تقوم بي يعني احنا النهاردة اهم دولة في العالم فهذه الصناعة سنجابور سنافورة سنافورة يعني في اخر الدنيا وبالتالي كل تكاليف النقل منها واليها مرتفعة بشكل كبير جدا طب احنا في وسط الدنيا وعندنا اتفاقيات تجارية بتعطي المنتج المصري اعفاء من الجمارك لحوالي 80 دولة حوالينا في اوروبا بتدلي امتيازات مع الاتحاد الاوروبي وتركيا والمغرب اعتفاقية اغادير والشراكة وتركيا وكل الدول الافريقية والاتفاقية التجارات العربية الحرة اللي هم 14 دولة وبالتالي احنا كموقع كاتفاقيات كاستقرار كبنية تحتية وانا بقولها للسيد الرئيس البنية التحتية التي نفزت في مصر يا فندم ربنا يجزيك عنها كل خير لان هي الاهم والاقوى والاكبر على مستوى القارة الافريقية والشرق الاوسط ما تم تنفيذه في مصر في هذا المجال شيء كلنا بنفتخر وبنعتز فيه وبنعتز بسياتك يا فندم والله اللي انا عايز اقوله ان كل هذه الامور اما نركز عليها ونركز عليها زي ما سياتك قلت ان من ضمن الحاجات اللي اقرت هو مجلس امناء للمتابعة انا عايز بقى مجلس الامناء ده يكون من خلال موقع الكتروني على الانترنت عشان كل الشعب يبقى شايف وكل الشعب يشهد الرئيس ام بدوره الدولة امت بدورها وروا بقى الدنيا حتي مش ازاي انا هرجع بقى فورا او نبدأ مع دكتور عماد عدلي من واقع الخبرة ومن واقع فكرة التنمية المستدامة احنا بنتكلم زي ما قال دكتور شريف انا اصبح فيه عندي بنية اساسية تأهلني جدا ان انا ادخل الصناع بشكل عالمي وعندي خدمات لوجستية اقدر برضو من خلالها اسهل عملية التصنيع والتصدير او حتى الاستيراد اذا كنت محتاج استيراد لمستلزمات انتاج او غيره هنا بقى اقدر اشوف انه ما اتى في هذا المؤتمر سوف يشكل لي لبنة حقيقية لتنمية مستدامة ولازم يتعامل مجلس الامنة اللي هيتمها التنفيذ ولا مجلس الامنة ده هيبقى ايه طيب اولا بشكر حضرك على هذا اللقاء والحقيقة فرصة ان احنا نبقى موجودين بعد مداخلة سيادة الرئيس يعني كانت يعني حاجة جميلة جدا للواحد يشوف بيها طيب خلينا اقول لحضرك انه اساسا من وجهة نظري انه مجرد انعقاد المؤتمر في هذا الوقت بهذا الشكل مصر ده اعتقد رابع مؤتمر اقتصادي يتم تنظيمه في خلال الاربعين سنة اللي فاتوا يعني من سنة اتنين وتمانين ده رابع مؤتمر اقتصادي بالحجم ده فكر التنمية المصدامة بيعتمد اساسا على اشراق كل اصحاب المصلحة في اتخاذ القرار وبالتالي ده الفكر الاساسي عشان اعمل اي تنمية مصدامة ليمكن تتحقق الا اذا كان باشراق كل الستيك هولدرز اصحاب المصلحة فوجود المؤتمر بهذا الشكل بحضور كل الاطراف المعنية الى حد كبير ده في حد ذاته مناخ بيساعد على احداث السير في اتجاه تحقيق التنمية المصدامة انا هركز على اربع حاجات اتقلت في التوصيات ودولت من يعني مع الحدك قلت في المقدمة مهمين جدا لانهم دولت العناصر الاسئلة الاحداثة الاستدامة توجيه القطاع الخاص واعطاء الفرصة بانه يكون اكتر فاعلية في قطاع التعليم وده اذكر النهاردة بيزاد فيما يتعلق بالمدارس النموذجية وبعض وتطوير هذا القطاع وادخال القطاع الخاص بقوة في هذا المجال اعتقد ده هيكون فرصة اولا انه يقلل العبء الموجود على كهل الحكومة في القطاع التعليم لكن هيدي فرصة كمان عشان عدد الفصول اللي عايزين نزودها وكفاءة التعليم كمان تتحقق بشكل اكتر فانا لما شوف ان في جزء من التوصيات مركز على الجزء بتاع التعليم يبقى ده جزء منهم جدا بالنسبة الجزء التاني وهو الجزء الخاص بالصحة او الزاد فيما يتعلق بالرعاية الصحية الاولية كمان النهاردة تقال ان القطاع الخاص هيكون ليه دور في ان هو يكون اللي بيقوم بانشاء هذه المراكز ويكون هو المسؤول عن ادارتها يعني معانا ذلك انه هيبقى فيه نقلة نوعية في خدمة التعليم وخدمة الصحة كمان فيما يتعلق بالشركات الناشئة والشركات المتوسطة انا بتكلم على بطالة وبتكلم على دولة شابة فيها عدد شباب بهذا الشكل لما انا اكون بشجع ويكون عندي مؤتمر اقتصادي بيحط واحدة من المحاور الرئاسية بتاعته بتاعت التوصيات تكون بتركز على الشركات الناشئة والمتوسطة ده بيدي كمان مساحة كبيرة لمشاركة الشباب واستردام قدرتهم النقطة الرابعة لما جينا اتكلمنا على موضوع الطاقة ده جانب بقى كان يعني مرتبط تماما قوي بموضوع لو بذات بقمة المناخ اللي جاية بعد اقل من اسبوعين انه كمان ذكر في التوصيات انه هيكون فيه توجه بالتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وبرضو ايجاد الحافز هو بقى اللي حضرتك بتقوله في مجلس الامناء السؤال اللي طرحته حضرتك ما اكتملش قوي انه يعني اتمنى ان يكون مجلس الامناء فعلا يكون زي ما كان المؤتمر بيجيب الاطراف المختلفة يبقى مجلس الامناء كمان لازم يكون فيه التركيبة اللي بتبقى بتكمل كل الافكار من جميع كل الجوارب لانه بدون احداث استدامة في كل اللي احنا بنعمله يعني النهاردة الاستثمارات اللي اتحطت بالتريليونات اللي احنا سمعنا عنها في خلال التلات يام اللي فاتوا دي محتاجة عشان يحصل لها استدامة محتاجة ان انا ابقى باستمرار حريص على صيانتها على ادارتها ادارة جيدة وعلى الحفاظ عليها نفس الشيء بالنسبة اللي انا بتكلم عليه لو بتكلم على مراكز رعاية صحية او بتكلم على مدارس او بتكلم على مشروعات في مجال الطاقة كل دي عشان تتعامل صحة وتكون لها عندها استدامة يبقى لازم يكون وانا بخطط لها يبقى وبحضر لهذه التوصيلات يبقى اكون بفكر تفكير متكامل واكون جبت الاطراف المعنية بهذا الموضوع عشان اتأكد ان كل قرار باخده وكل استثمار بعمله بيكون بيمشي في الطريق الصحيح وبيحق بيحقق هذا الاستدامة الشكل العام للمؤتمر بالمناخ اللي موجود حاليا بيقول انه حتى من لهجة سيد الرئيس من طريقة كلام هو حاسس بانه الناس مش حاسة باللي بيحصل فانا محتاج احسس الناس باللي بيحصل مش مؤتمر بس لكن اعتقد مجلس الامناء ده لازم بتواصله مع المؤسسات سواء المجتمع المدني القطاع الخاص المجالس المحلية في القرية في المدينة محتاجين اكتر نتواصل مع الناس ونشركهم ونعرفهم اللي بيحصل مش بس هنستنى مؤتمر تاني بعد عشر سنين عشان نتكلم لازم ده يبقى النهاج موجود في حياتنا لانه انا حاسس باحساس القلم اللي موجود في صوت سيد الرئيس انه هو حاس انه التعب ده كله والناس تقريبا بتشوفه وبتعدي عليه من غير ما تحس بقيمته ولا بحجمه عشان كده هم كل ما هيكونوا مشاركين اكتر كل ما هيحسوا كل ما هيحس اكتر لازم يشارك اكتر انا عايز يكون المشاركة اكتر يعني حجم المشاركة يجب ان يكون بشكل اكبر وعلى كل المستويات وبنسميه البوتوم أبروتش ده اللي هو من القاعدة الى القمة هو ده اللي هيحقق لسات الرئيس اللي هو عزيس اشتركوا في القناة 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 وايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم اشتركوا في القناة 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 وصعب لأنه هو البنية التحتية اللي تحطت وكنا بنتكلم قبل الهوى أنا ودكتور شريف بنتكلم على الامتيازات اللي خدها الاستثمار في مصر والمستثمرين وكلمنا على أنه في حاجات كتير قوي خدوها لكن أنا أعتقد أن إحنا ما زلنا يعني محتاجين نزود حجم الثقة عند المستثمر وزين برضو مش عايزين يعني نخترع العجلة من أول إحنا ممكن نشوف بسرعة إزاي في الدول اللي حصل فيها أن المناخ الاستثماري تطور جدا ونشوف التجارب دي كانت مبنية على إيه الجزء بتاعت الشعاعات اللي طرحوا الدكتور شريف بجزء مهم جدا لأن إحنا ساعات بنصطدم وحتى يعني الرئيس عارف ودولة رئيس مجلس الوزراء عارف أنه المستثمر إيه العقبات اللي بتواجهه إحنا بنتكلم بسمرار بقى أنا سنين طويلة بنتكلم أنا بسمع بقى لي على الأقل 25-30 سنة أن إحنا قد إيه عايزين نساعد المستثمر على أنه يعني الفترة اللي بياخد فيها أو الإجراءات اللي بيحتاج يعملها عشان يبدأ مشروع إزاي أن إحنا بنقلصها وبنقللها فأنا محتاج أدي مساحة أكبر من الثاقة ومحتاج أدي مساحة أكثر من الحوافز لأنه الأكيد أن حدوث المؤتمر الاقتصادي في الوقت ده بيؤكد على أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إحنا جزء منها ولكن المؤتمر المفترض أنه هو هيحط حلول عشان مش بس عشان تبقى الظروف الخارجية فقط ولكن كمان الظروف الداخلية فأنا أعتقد أنه محتاجين أكتر حوار يكون حوار فعلا مفتوح مفهوش أي يعني فيتو حوار فيه الصراحة تكون بكل يعني معطاها كل الحرية في الحوار وأنه يتسمع فعلا ويبقى حتى أنا لما عدنا مع مجموعة من المستثمرين حتى لو حد بيقول حاجة مصصح الآخرين هم اللي هيقولون أنها مصصح فالحوار ده لما يكون بيحصل مع المستثمرين بشكل في الحوار واضح تماما حوالي قضية واحدة وهو كيف سنحسن بيئة الاستثمار نسمع ونشوف إذا كان ده محتاج تشريع اللي يمنع أن نحن ندخل على التشريع ونعمله إذا كان محتاج بعض التسهيلات اللي يمنع أن نعملين أنه في الآخر الصالح العام هيكون للمواطن المصري وحتى المستثمر اللي هيستفيد من كده هو أيضا هيكون لصالح المجتمع المصري وصالح الاقتصاد المصري بشكل عام فأنا أعتقد أن الحوار مع المستثمرين لازم يكون مستمر ويكون ممكن باستخدام هذه الفكرة اللي قالها دكتور شريف جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات دولة لازم يدخلوا في هذا الحوار ويتفقوا على هذه الأشياء في وجود الحكومة وتسمع الحوار في المؤتمر الاقتصادي كان بين قوي أن الحكومة فهمة ومدركة أنها لا يمكن تكون هي اللي بتلعب الثلاث أدوار أنها تبقى الرقيب وتبقى هي اللي بتنفذ وتبقى هي اللي لازم الحكومة فعلا تتراجع عن بعض الحاجات اللي هي متمسكة بيها وتدي مساحة واضح من التوصيات أن هناك استعداد قوي جدا لهذه الحركة ولكن محتاجة إجراءات سريعة يعني لازم يكون فيه إجراءات سريعة من السريعة نتسرع ولكن سريعة في أنه يبقى باين كل يوم أنه فيه خطوة بتتاخد أنه إحنا إذا كان فيه مؤتمر يبقى بعد ستة شهور يبقى فيه ما بين دلوقتي أو حتى أقل من ستة شهور إحنا في أكتور يعني خمس شهور آه لو كان آه يبقى من دلوقتي يعني لما جي في المؤتمر الجاية يبقى فيه عندي خطوات جديدة تعملت أنائش اللي حصل في الكامل الشهور أنا في التوصيق دي عملت واحدين ثلاثة بس أنا أعتقد أن احنا محتاجين لأنه واضح تماما أنه يعني بسمعه أنه المستثمرين عندهم الإمكانية اللي ممكن تحل جزء كبير جدا من المشكلة الاقتصادية لكن هم أعتقد محتاجين يعني شوية كده زرع للثقة وإحساسهم بأنهم يعني جزء من هذا النسيق وأنهم مسؤولين عن قيام هذه الدولة مرة أخرى والجمهورية الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها لا ما خلصناش دول مستجدعين معاي هيودوني فاصل هنرجع تاني هنرجع تاني بس هنرجع دقتين ممكن ناخد خلاصة من دكتور شريف وخلاصة من دكتور عماد أستأذنكم في فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام ولأن زملائي كرامهم زيت فدولي دقتين فأنا هدي دقيقة لدكتور شريف ودقيقة لدكتور عماد خلاصة فضل فن جزء فن زي ما احنا متفقين أن قطاع الصناعة هو من أهم القطاعات وهو القاطر مرتبط به التصدير لأن صناعة من خير التصدير تبقى يعني مش بتجيب اللي المفترض النادي بيضا فمن ضمن التوصيات هو سرعة أداء كده سرعة أداء حافز التصدير اللي هو بيحصل عليه المصدر لما بيقوب بتصدير مبلغ معين أنا حابب أن يبقى ارتباط حافز التصدير بما تم إنجازه في المنشأة نفسها يعني أنا النهاردة حتى القائمة مش للجديدة وأنا بعمل في دلوقتي في إنتاج كبيات مش ببقى محتاج أجيب من الداخل مدخلات إنتاج من الخارج باستورد باستورد قطع غيار للمكان باستورد مثلا يبقى أنا الأساس القائم أنه قدامه من سنة لثلاث سنين أنه يغطي كل الحاجات دي بقيمة صادرات من مصدعه والجديد وهو بيعمل درس الجاد والتصدير بتاعته بيقول أن أنا ححتاج أستورد بـ 10 مليون دولار في السنة مدخلات إنتاج وقطع غيار يبقى لازم يبقى حطت خطته أنه حيصدر بما يعادل على الأقل 10 مليون وبالتالي حافظ التصدير طب أزودها شوية علشان نوزن الميزان التجاري هو حر هو عايز يزودها عشان ياخد الحافظ يعني هيستورد بـ 10 طب يصدر لي بـ 12 منم يغطي احتياجاته وما يزيد عليه بقى فوق العشرة دي هو ده اللي ياخد عليه حافظ التصدير وفي الحالة دي يتم الدفع بشكل أوتوماتيك مش محتاجة حتى أنه يقدم ورقة ويطلب الكلام علها تدرك في توصيات المؤتمر أو في الخطوات اللي تتخذ لحد شهر مارس اللي جاي دكتور عماد أنا الحقيقة في المؤتمر كنت سعيد جدا أنه أنا أشوف فيه تركيز على الجزء الخاص بمنظومة التعاونيات وبالذات في مجال الزراع تظل مصر حتى وإحنا بنتكلم عن الصناع وأهمية التصدير وأنه ده حيكون جزء مهم جدا في تحقيق نقلة اقتصادية مهمة في الدولة لكن مصر دولة زراعية وإحنا عندنا والرئيس بذل مجهود كبير جدا في هذا القطاع أنا أعتقد أن إحنا عندنا ميزة نسبية تؤهل مصر أنها تكون فعلا جزء من حل المشكلة يكون على تطوير الزراعة واستخدامها لتكون مخرج مهم جدا مش بس داخليا ولكن كمان خارجيا إحنا مؤهلين أن إحنا نكون مركز لتصدير منتجات زراعية بس إحنا مش عايزين بس نقف عند إحنا عايزين نستخدم الـ added value من التصنيع الزراعي اللي موجود اللي يحصل على المنتجات وأنا في الحالة دي اللي أنا بخرجه بيكون أكثر قيمة القيمة المضافة القيمة المضافة الـ added value من التالي فالحتة دي أنا شفتها كواحد من التوصيات وده مش هيحدث إلا إذا أنا طورت فكرة التعاونيات في مصر لأن هي دي اللي على ساستاني برجع للمستوى القاعدة إن أنا مش هبقى والفلاح لازم يكون المزارع الفلاح في مصر لازم يكون هو نقطة اهتمامي الأولى ومركز حركة هذه العملية لأن أنا لما هكون عندي فلاح واعي فلاح قوي فلاح حياته كريمة بجد وقدر يعمل هو قدر يعمله لأسرته بيعلمهم وبيعالجهم وبيجوزهم وكل الكلام ده كله حيقدر يعمل المنظومة بتاعة الزراعة المستدامة والزراعة المنتجة اللي بيها أقدر أحل جزء جبير جدا من اقتصادنا هنا هتبقى نقطة الميا اللي أنا بستخدمها اللي هي مهمة جدا لحياتي والزراعة هتبقى نقطة دي هتبقى كل نقطة هتبقى لها قيمة مهمة جدا لها وكل جزء في الأرض هتبقى مهمة جدا لمستقبل المزارع أنا أعتقد أن الجزء دي محتاج أشوف عليها يعني حركات وخطوات بتتم بشكل سريع عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي احنا عايزنا بإذن الله أنا عايز أشكر حضراتكم جدا وإنه يعني فضلتوا معنا لحد ساعة متأخرة من الليل استنتعنا استنتعنا يا بخينك بالنزخار الشوكو حلوة علينا يا فاند دخلنا الستوديو والرئيس بدأ يتكلم بس كده بس كده ده يحظي الحلوة والله كل الشكر لحضراتكم الله يحفظ دكتور شريف الخريبي ودكتور عماد الدين عادلي ألف 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 شكر نورتونا وشرفتونا شكر رفتونا